اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة بكم مستمعين من برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء يعني حلقة جديدة ومثل ما بدينا هذا الأسبوع بالعديد من الإنجازات اللي تحققت يعني وما تزال تتحقق على نطاق هيئة الصحة بدبي وأنتمنى يعني يعني أن كل الأشياء اللي أنتو تبغونها في حياتكم تلاقونها لكن هذه المسألة كيف بتحصلونها؟ بتحصلون إن شاء الله بالتفاؤل بالإيجابية الإيجابية الإيجابية وأيضا بالعمل اللي حقيقة ممكن أن الواحد مدام أنه يعمل بإيجابية بيلاقي كل اللي يبغي هذه تحياتي محدثكم أحمود يوسف العلي وفي الإخراج معنا الأستاذ والمخرج المبدأ دائما عيسى سبيل وفي التنسيق معنا الأخة أشواق مسعد إذن مثل ما عودناكم نبدأ حلقتنا اليوم بأبرز ما طالعتنا به الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية ناخذ الخبر الأول اللي يقول صحة دبي تحدد مسارات تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بدأت هيئة الصحة في دبي تحديد منهجية العمل ومسارات توجهها ومسارات توجهها لتحقيق تطلعات دبي في صدارة العالم لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستحواذها على مقومات هذه التقنية على صعيد الساحة الطبية والدولية وامتلاك دفة التأثير والدعم لحركة التطور في مجال التقني الدقيق وفي مساراته وخريطته العالمية مع التوسع في إنتاج التقنيات ثلاثية الأبعاد بمختلف التخصصات الطبية إلى جانب تولي شؤون الأبحاث العلمية والعلمية المطورة وتكوين شراكات استراتيجية في الداخل والخارج لتعزيز مكان الدبي وتواجدها في الطليعة طليعة منتجي ومصدري التقنيات الطبية المطبوعة بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد طبعا هذا الكلام صرح به معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي الذي أكد أن المبادرة التي أطلقها سيدي صاحب السمو والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله المتمثلة في استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد هي واحدة من أهم المبادرات الرائدة التي ترسخ مكان دبي ضمن المراكز الأولى عالميا وأحد أهم التحولات في مجال الابتكار التي ستشدها المنطقة وخاصة مع توجيه سموه بتسخير هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان وتعزيز مكانة الدولة ودبي لتكون مركزا رائدا في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول 20-30 الخبر الثاني يقول خطر جديد يهدد بالقضاء على 10 مليون إنسان 20-50 شو هذا الخبر دعنا نشو شو تفاصيلة يقول حذر التقديرات دولية جديدة من أن الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية يمكن أن تقتل 10 مليون إنسان أو 10 ملايين إنسان سنويا حول العالم بحلول 20-50 وتصبح بذلك المضادات الحيوية خطرا قاتلا يفوق مرض السرطان حاليا طبعا من الممكن أن تبلغ الخسارة الاقتصادية الناتج عن مقاومة المضادات الحيوية نحو 100 مليون أو 100 تريليون دولار ويتمثل هذا التهديد للبشرية في تمكن الكائنات الحية الدقيقة من تطوير خصائصها بحيث لا تقتلها المضادات الحيوية ويشير التقرير إلى أن أكثر من 2 مليون شخص في الولايات المتحدة يصابون سنويا بهذه الجراثيم وتتسبب في وفاة 23 ألف حالة وأشرف على التقرير الخبير الاقتصادي البريطاني اللورد جيم أونيل بطلب من الحكومة البريطانية واستغرق سنتين من العمل من أجل إيجاد استراتيجيات لتفادي زيادة الوفيات بسبب مشكلة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية أشار التقرير إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تزداد بشكل يثير القلق في جميع أنحاء العالم وذلك نتيجة لاستخدام الكثيرين للمضادات الحيوية بشكل مفرط لعلاج حالات بسيطة مثل الزكام وهو ما يهدد بأن تصبح المضادات الحيوية غير فعالة ودعى التقرير إلى تثقيف الجمهور العام خاصة الأطفال والمراهقين وتوعيتهم بهذا التهديد وتفعيل التعاون الدولي مع خبراء صناعة الأدوية ومنظمات والمنظمات غير الحكومية للحد من وصف المضادات الحيوية غير الضرورية وترشيد استخدامها هذا موضوع وايد مهم اختياش واق الله يخلي تذكرينه خلال القادمة من الأيام نصطيف أحد الأطباء اللي ممكن نحن نتناقش معاه حول هذا الموضوع بخبرتها قبل حلقة منه بس لأنه موضوع جدا مهم نبغي نطرحها بشكل يعني مفصل و يعني أجمعات الخير الواحد قدر للمكان يحاول أنه يخلي جسمه قادر أنه يقاوم مثل هذه الأمراض عموما بعد بذكركم بحملة تبرع بالدم هذه الحملة اللي أطلقتها هي تصحى في دبي هي حملة عالمية لتبرع بالدم تحت شعار كون الأول في التبرع بالدم واللي يروج لها نجم كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كريسيانو رونالدو وبهذا الخصوص نقول ألف مبروك للبرشلونيين بعد فوزهم بالدوري والكاس عموما الحملة هذه رونالدو يسويها وتستمر عام كامل بهدف تنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم وتحقيق الكميات الكافية من الدم لمحتاجيها من المرضى اللي حاب يتبرع ممكن أن يتوجه إلى حرم السشفة لطيفة هناك الدوام يبتدي من سبع ونصف إلىين سبع المسا وأيضا يعني مثل ما نقول دائما هذه المسألة أو هذا العطاء الإنساني ما أعتقد فيه عطاء ممكن أن يشابها ما مكان العمل اللي أنت سويه لأنك تتبرع بالدم للشخص أنت أصلا ما تعرفه أعتقد يعني هذه قمة في الإنسانية عموما فيه خبر ثاني بقولها شوي يعني غريب بذا عندي أعتقد وقت قبل الفاصل يقولك تناول الطعام في طبق أحمر يخفض الوزن دراسة يديدة وجدت أن تناول الطعام في طبق أحمر يمكن أن يساعد في خفض الوزن طبعا هذه الدراسة ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت أن باحثين أو أن مجموعة من الباحثين الألمان والسويسريين نشروا دراستهم في مجلة أبتايت الدولية ووجدوا أن تقديم الوجبات في أطباق حمراء اللون أو تناول مشروبات في أكواب من هذا اللون يخفض من الكمية المستهلكة من الأكل والمشروب بنحو 40% تخيلوا العلماء يقولون أن اللون الأحمر قد يشجع متناول الطعام على تفادي تناول كمية كبيرة من الطعام لأنه عادة يرتبط بفكرة الخطر والممنوع والتوقف وأشاروا إلى أن هذا يعني أن الحكومة والقيمين على صناعة الطعام بإمكانهم أن يستخدموا الأغلفة الحمراء للأطعمة غير الصحية كنوع من الرادع تجاهها وطلب خلال الدراسة الباحثون من 41 تلميذ شرب الشاي في أكواب عليها إشارات حمراء أو زرقاء فتبين أنهم شربوا من الأكواب المخططة بالأحمر بنسبة أقل بنحو 44% في الجزء الثاني من الدراسة أعطي أمي وتسعة أشخاص كعكا مملحا في أطباق حمراء أو زرقاء أو بيضاء فتبين أن الذين أكلوا في الأطباق الحمراء تناولوا أقل كمية من الأشخاص الذين تناولوا الكعك من الأطباق الزرقاء أو البيضاء طبعاً ما احترام الشديد لها هذه الدراسة نحن عندنا شيئتها مفتوحة يعني لو تحطنا إن شاء الله في طبق أصفر بيأكل بيأكل بس يعني هذه الدراسة موجودة ما يمنع بس الفكرة عيبتني أن الأطعمة غير الصحية يعني يلفونها بلون الأحمر أو يسوون فيها شي يعني عموماً بما أن عزيز شرف عندنا في الستوديو فخلونا نطلع فاصل مستمعينا بطلب مننا شيء وخلال هذا الفاصل باستموه عزيز لحظة شوية لا تروح فاصل وما أرجع لكم لما تكون أمورنا طيبة نشوف الحياة بالألوان المشرقة إن شاء الله تكون كل أيامك زاهية يا سعيد لكن إذا تشوف الألوان غامجة أظن لازم تزور طبيب العيون الحمد لله على نعمة البصر لكن هناك مشكلة ما ننتبه لانتشارها اسمها الماي الأبيض أو الكترة وهي مسؤولة عن 51% من حالات العمى حول العالم يعني حوالي 20 مليون إنسان صحيح يا سعيد الإسم مظلم فالمشكلة ليس في الماي الأبيض إنما بعدسة العين اللي تزيد عتامتها وما تسمح للضوء بالمرور إلى الشبكية إذا حاسس بيتشوش بالرؤية حساسية للضوء تغيير وعتامة بالألوان ونظرك سيئ بالليل اللي أغلب إنه عندك ماي أبيض السبب الرئيسي هو التقدم بالسن وعتامة العدسة ممكن تبدأ بعمر الأربعين لكن تزيد بعد الستين وبعض العوامل تسرع من الإصابة مثل العامل الوراثي السكري التهاب القزحية والتعرض لحادث بالعين والتعرض الزائد لأشعة الشمس القوية وإن صحك تلبس نظارات شمسية يا سعيد واكتشفوا بعد أن التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالماء الأبيض ضعفين لثلاث أطعام خذوها النصيحة من طبيب جل زوروا طبيب العيود مرة كل سنة وعساكم دوم صحة وسعادة صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في هذا الجزء من برنامج صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي يبدو أن هيئة الصحة لن تقوم بوضع كراسي لكبار السن خارج مستشفياتها عند انتظارهم لسيارات الأجر للذهاب لمنازلهم الاختراح قدمت ثلاث مرات مرة العام الماضي ومرتين من خلال برنامجك وتريدنا أن نكون إيجابيين بو عبد الله بو عبد الله يعني محترامي الشديد لموضوع الإيجابية الإيجابية يجب أن تكون إيجابي في كل الأحوال حتى في طرحك هذا يجب أن تكون إيجابي وإن شاء الله يعني لولا الإيجابية كان كثير من الاختراعات في الحياة ما شفتها لأن إذا فكرنا بهذا التفكير السلبي كان وايد مخترعي وقفوا في مرحل من المراحل وما كملوا واخترعوا الاختراعات الممكن تفيد البشري هذا من جانب من جانب ثاني أنا برد وبحاول تواصل مع المعنيين أبغى أشوف شو صار في ملاحظتك هذه ليش ما أخذوا فيها ثلاثة يعني عبدالله الوضع عندنا ترى يعني ما في سويسرا نحن تخلي كبار السن برع للمستشفى تحط لهم كراسي ينتظرون خلوا منتظرون داخلوا ممكن الفكرة نطورها أن عملية أنك أنت تطلب سيارة الأجرة تطلبها بشكل مختلفة ونخلي أحد الموظفين ممكن أن يساعد كبار السن إذا كانوا لوحدهم في المستشفى فالفكرة قابلة للتطوير بس أنه ممكن أحط لك كرسي خارج المستشفى في الحر أعتقد شوي صعب ما أدري إذا توافقني الرأي ولا لا عموما هذا اقتراحك نحن من حول المعنيين ويزاك الله خير وخلك إيجابي دائما مثل ما نقول خلك إيجابي يا أبو عبدالله لأنه أحيانا كثيرة يعني تبعث لنا رسائل شيء مليئة بالإيجابية مرة واحدة ما أدري تعطينا رسالتي زعلنا أنك أنت مليئة بإيجابي لأن أنت رجل إيجابي دائما ما تسعى إلى التطوير عموما موضوعنا اليوم نحن نتكلم عن شغلة فيها من الإيجابية الشيء الكبير لكم مستمعين نبغيكم يعني تشاركون مثل هذا الإنجاز اللي حققتها هيئة الصحة بدبي هي قفزة مهمة على طريق التنافسية العالمية يعني حصلت عشر مراكز من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة على الاعتماد الدولي الجي سي آي وهو أحد أهم الاعتمادات رفيعة المستوى في العالم التي تمنح للمراكز الصحية الراقية والفائقة المميزات والتي تتسم بتكامل خدماتها وحداثة تجهيزاتها وكفاءة الكوادر البشرية القائمة عليها طبعا الاعتماد الدولي هذا يتبع معايير صارمة في منح شهادات الاعتماد الدولي للمستشفيات والمراكز الصحية والأنظمة والوكالات الطبية والوزارات المعنية والأكاديميات والجامعات البحثية والخدمية يعني في أكثر من أمية دولة في العالم القائمة شملت يعني قائمة الاعتمادات شملت مراكز ند الحمر البدع البرشة الخوانيج اللي سيري الممزر المنخول المزهر والصفة والطوار نحن اليوم في هذه الحلقة منصلي تضع على هذا الإنجاز منصلي تضع على تفاصيل تحقيق هذا الإنجاز كيف قدروا موظفين الرعاية الصحية الأولية أنهم يصلون بهذه المراكز عشر مراكز ترموا بشوية بعد ومرة وحدة حصلوا هذا الاعتماد يعني هذا إنجاز كبير جدا يحسب بداية للعاملين الصغار الصغار في هذه المراكز بعدين للمداراء وبعدين لهيئة الصحة في دبي فألف شكر لكل شخص سهم في هذا الإنجاز ورحبوا معاي بضيفتنا في الستوديو والدكتورة منال تريا من المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية اللي دائما يعني أو نادرا ما تحاول تطلع معانا تتحدث عن الإنجازات تقول يعني خل غيري يتكلم خل غيري يبرز لا نحن نشوف أن هنا ما نتكلم عنه مثل هذا الإنجاز بحكم أن أنت شفتي كل تفاصيل هذه الأمور دكتورة وأيضا بعثوني بعد الاعتماد وبعد ما أخذته أوشي صباح الخير ما صباحنا عليك صباح لنا أهلا وسهلا دكتورة يعني أنا اللي حقيقة استفزني شوية ما باستفزني إن شفتها وصورة كانت معبرة جدا بعد الاعتماد باتين صورة أنت يارس على الرصيف ما أدري وين ويعني التعب واصل حده فأنا ليش قلت هذا الموضوع شوفيني دكتورة ما علي شوفيني ليش قلت هذا الموضوع أنا قلت على أساس أن أبغي أبين الجهد الكبير اللي مبذل لتحقيق هذا الإنجاز مو بس في عندك كثير من الموظفين والدكاتر اللي شفتهم حاولت أني أنا يبوا معايا في الحلقة اليوم اعتذروا لأن كلهم طالعين إجازات بعد الإنجاز هذا فخبرين من البداية دكتورة شو قصة هذه الاعتمادات في البداية صبحك الله بالخير بالنور والسرور ونصبح بعد بالخير على مستمعينا ومتابعينا على هذه الإذاعة المتميزة دائما وشكركم على اهتمامكم بتسليط الضوء على الاعتماد الدولي والبرامج الأخرى المعنية فيها المعنية بها قطاع الرعاية الصحية الأولية طبعا الاعتماد الدولي أو لجنة الاعتماد الدولي هي اللجنة المعتمدة عالميا بتقييم المنشآت الصحية على معايير عالمية عالية الجودة لضمان صحة وسلامة المراجعين وأيضا سلامة العاملين في هذه المنشآة طبعا هم متواجدين من 1994 وتم اعتماد عدد كبير من المنشآت الصحية حول العالم من مستشفيات وعيادات ومراكز صحية ومقدمين خدمات صحية أخرى مثل صيدليات وغيرها ومختبرات طبعا نحن بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه اللي أصر عنده أطلاق الاستراتيجية استراتيجة الصحة بأن بحلول عام 2020 لازم كل المنشآت الصحية في إمارة الدبي تكون معتمدة دوليا فانطلاقا من هذه التوجيهات وبحرص القادة عندنا في هيئة الصحة في دبي وبدعمهم استطعنا ولله الحمد أن نحن نيب الاعتماد لعشر مراكز صحية عندنا اللي هي كافة المراكز الصحية في القطاع وقدمنا عليهم كشبكة شبكة موحدة وهذا لضمان توحيد الإجراءات الطبية في كافة المراكز على سبيل المثال المراجع اللي يروح ند الحمر في إجازة نهاية الأسبوع لأن ند الحمر مثل ما تعرفون يفتح 24 ساعة أو البرشة بيحصل نفس الخدمات اللي بيحصلها أثناء ساعات العمل في المراكز الأخرى مثل الطوار فما يكون في فرق في جودة الخدمات المقدمة فبهالطريقة حرصنا على أن تكون كل الإجراءات وكل السياسات وكل البروتوكولات العلاج موحدة في كافة المراكز الصحية وعلى مستوى عالي من الجودة معتمد عالميا مثل ما تعرفون نحن كل يعني طرق العلاجات اللي نحن نتبعها في الهيئة موحدة لسبب أن نحن الأطباء اللي عندنا من جنسيات مختلفة ومن مدارس مختلفة وكل مرض لطريقة ثانية للعلاج في دول مختلفة حول العالم فحرصنا أن نحن نتبع البروتوكول المعتمد عالميا ويتم التدريب عليه وتطبيق قاعدنا في المراكز كافة على أساس أن المريض يحظى بفرص علاج معتمد عالميا وما يكون العلاج معتمد على وين الدكتور دارس فهاي كانت أحد الفوائد اللي خلتنا نمضي في الاعتماد الدولي ولله الحمد حصلنا عليه لسبوع اللي فات وكان كان الصراحة إنجازي كبير بعد مجهود مثل ما ذكرت كبير لدرجة أن الموظفين كثار خذوا إجاز ويستاهلون الصراحة ما قصروا كان عمل على مستوى قطاع كامل واستمر شهور طبعا لما قل قطاع كامل هذا مو معنات بس الأطباء والتمريض اللي يشتغلوا على الاعتماد الدولي كان فيه دعم كبير من القيادة العامة عندنا في الهيئة وكان فيه دعم من إدارات مختلفة مثل الهندسة والصيدلة والمختبر لأن في النهاية الخدمة الطبية تقدم مظلومة متكاملة يعني المبنى لازم يكون مهيئة الصيدلية لازم تكون مهيئة المختبر الأشعة الأطباء التمريض الفنيين حتى الخدمات التي تقدم لنا من خارج الهيئة مثل خدمات الإسعاف كان لها دور كبير في العمل معنا على توفير معايير الجودة جميل إذن هي تضافر جهود هو عمل فريق واحد يمكن هذا شيء لمسنا واضح في الفترة الأخيرة دكتورة ومن خلال يعني تعاون جميع الإدارات وجميع التخصصات لإنجاح هذا الإنجاز أو للوصول إلى هذا الإنجاز يعني دكتورة أريد أن أتكلم عشر مراكز مبتحدي كبير العشر مراكز طبعا تحدي كبير خصوصا أن المراكز مكلها بنفس المبنية في نفس يعني إحنا عدنا مراكز مبنية من ثلاث سنين مثل البرشة في من ثلاثين سنة وفي من أكبر مني في عدنا مركز نبنى وتأسس السنة اللي أنا نولت فيها فيعني أقول ولا ما أقول أنت ما تعرف عشان تقول فعشان أنا أوفر نفس المعايير في المركزين يعني الشغل اللي سويناه كصيانة كإعادة تقسيم الغرف إعادة تقسيم المنشأة نفسة توسعات استغرق مننا وقت كبير في من إدارة الهندسة جهد كبير فهو تحدي تحدي كبير بس الحمد لله يعني إحنا تعودنا في دبي أن كل الشغل اللي أنت تبقى تسويه أكيد فيه تحديات أي شغل فيه تحديات لكن هذه التحديات أنت تقدر تتغلب عليها إذا عندك الدعم اللازم وعندك الفريق المتكامل اللي يشتغل عليها وتوفيق من رب العالم يلحب لنا وهم من هذا كله أنك أنت ما تشوف التحديات كتحدي كتما تشوف فرص للتحسين بالضبط هي التحديات دايما فرص للتحسين وهذا اللي أثبتنا مع الاعتماد الدولي للمراكز الصحية الحمد لله وإن شاء الله يعني بنقدر أنه نحن يعني نتعدى تحديات أكبر وني بإنجازات أكثر إن شاء الله طيب دكتور أنا عندي مجموعة من المسجدات يعني اليوم أنا بادي الحلقة أقول يا صباح الإيجابية يا صباح التفاؤل صباح السعادة صباح الإنجازات وإن شاء الله المخرج يبغي فاصل ما خلاني أكمل هذه الصباحات الجميلة عموما فاصل وما نرجع لكم مستمعين فمن استكمل الحديث حول هذا الموضوع ومن تصلط الضوء أكثر على هذه الإنجاز اللي تحقق إنجاز كبير وأيضا في بعض المسجدات اللي تتحدث دائما بشكل يمكن قد يكون عكسي وقد يكون مع هذه الإنجازات خلونا ما نتعرف على هذه الأمور كلها بعد الفاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتلكم مرة أخرى ومستمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإنجاز وعبر إذاعتكم نور دبي كنا قبل الفاصل قد توقفنا مع ضيفتنا في السوديو الدكتور منال تريم المدير التنفيذي للقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحدثنا عن حصول عشرة مراكز من مراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي على الاعتماد الدولي الرفيع المستوى الجي سي آي أيضا من استكمل الحديث حول هذه الاعتمادات الدكتور أو أيضا أبغي تحدثني أو أذكر بعض المسجات اللي يتني طبعا مسمينا اللي عنده مداخلات بعد عبر الهاتف ممكن أنه يتصل على 600551414 السلام عليكم نسمع عن هذه الإنجازات لأنه لا يوجد علاج مما يؤدي يعني للسفر من العلاج في الخارج ولا توجد عائلة بالدولة إلا وعانت من العلاج بالداخل أبو محمد طيب أبو محمد موضوع المسج التعميم بهذا الشكل يعني أنا ما أحب التعميم في أي موضوع أي موضوع كان على أساس أن التعميم ليس بالتحليل الصحيح أو التقييم السليم للمسال أهني أبو محمد أنا أطلب منك إذا كانت عندك شغلة معينة عانيت منها يريد ترسل لنا يمكن ممكن من خلال خبرتك هذه انطور من خدماتنا انطور من آلية العمل بشكل أو بآخر بالعكس أنت بتكون مرآة لنا تعكس يعني تطور الخدمات هذه هذه من جهة من جهة ثانية بمحمد سامحيني دكتورنا بس بعلق على المسج هذا من جهة ثانية يا جماعة الخير ترى تبادل المرضى أو السيركل هذا أو الدوران هذا ما بين المرضى هاي شغلة عالمية مثل ما هم مثل ما نحن نيب أطباء من عندهم أو نبعث مرضى وهذه خدمة تقدمة هيئة الصحة للعلاج في الخارج أيضا في الخارج يونى وايد مرضى إلى دبي لتلقي العلاج في إمارة دبي وأيضا في دول يطلبون أطباءنا على أساس أنه يعالجون مرضاهم هناك أو حتى يدربون دكاترتهم يدربون دكاترتهم على تخصصات معايا فالمسجر يا جماعة الخير ما ننظر لها بهذه خلونا نشوف المواضع بإيجابية الله يخليكم يعني حلو الواحد لما لما يعطي المسج يعطي بإيجابية فبو محمد إذاك الله خير ما قصرت أتمنى بس أتحدد لي إذا في بعض الشغلات وأشواء خذي الرقم وأبغيت تتصلين في أبو عبد الله وبو محمد ثنينتهم أبغي اليوم شوفين شو المواضيع اللي عندهم اللي ممكن نحن نتواصل فيها مع المعنيين في الهيئة مركز المزهر يعاني من قلة النظافة والأعطال الفنية والأمنية هذا مسجا جاينا الدكتورة النظافة والأمن يعني موظفين النظافة وموظفين الأمن واللي نسميهم البايوميديك الإنجينير اللي هم المهندسين للمعدات الطبية هذه معايير في الاعتماد الدولي وإذا كان يعني في قصور في تقديم الخدمة ما كنا حصلنا على الاعتماد الدولي لأن هذا من المعايير الأساسية أنا شفت دكتورة من بين الصور اللي كانوا يتداولون الأطباء مبطلين الصقف يدورون في المجاري المقيم طلع فوق الصقف حتى أنا كنت خايفة أن يستيفي شي طلع فوق عشان يشوف بايبات التكييف كيف يعني مد طبعا مش مهندس بس بحاور أشرح لك لما يتقابلون لما يكون في يعني كروسينج للبيبات هاي لو صار لا سامح الله حريق في غرفة وحدة كيف هالحريق من هال الوصلات ممكن ينتقل للغرفة الثانية فالمفروض يكون في مثل حاجز بينهم يعني هم دقيقين لهذه الدرجة لو عنا مداخلة دكتورة خلينا ناخذ لو ملو السلام عليكم بكم السلام ورحمة الله معك دكتورة عمل بوهارون مرحبا دكتورة شيف حادت الله يسلم الله يسلم أنا حبيت بس أدل مداخلة في النامج الجميل هذا طبعا في البداية أحب أقول أن الحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات الصحية هدف سامي تسأل جميع المؤسسات لضمان حصول المتعاملين على رعاية آمنة وصحية تصل لمستوى العالمية وإحنا في هيئة الصحة في دبي قمنا بتنفيذ خطة دبي 2021 في تصميم نظام صحي بأعلى المعايير العالمية في تقديم خدمات تات كفاءة عالية ستماشة مع رؤية قيادتنا وحصلنا الحمد لله بفضل من الله على الاعتماد الدولي في عشر مرات صحية مثل ما تفضلتوا وهذا طبعا إنجاز بحد داته وإنجاز متميز ما يخفى عليكم كانت الرحلة رحلة الحصول على الـ كانت رحلة فيها تحديات مشينا خطاها معا كلنا كفريق واحد متناغم وإسرى واحدة أبدأ كل واحد بالجهد والوحف أود أن من خلالكم أشكر معالي حميد القطامي اللي قدم الدعم بكل أنواعه ومتابعة الحكيثة والمستمرة أود أن أشكر كل من ساهم براية وفكرة وجهدة شكرا لكل فريق الإداري ولكل الزملاء من أطباء وممرضين موظفي الأشعة والصيدلة والمختبر والأثنان والإداريين وفنيي الدعم وعمال النظافة وكل الإدارات المركزية اللي شاركتنا في هذا المشوار الجميل والشكل كذلك أجزله لدكتورة مينال تريل المدير التنفيذي للستطاع على التزامها برفع مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع دبي حيث أنها حركت الهمم فينا وأثارت الطموح فينا وقدرنا نحصل الحمد لله وبتميز وكذلك طبعا أقول مبروك لهيئة الصحة في دبي وأقول مبروك لمتعاملين الأعزاء لأن هذا هذا الإنجاز في المقام الأول لهم وذلك لتحقيق يعني رعاية صحية فيها جودة وفيها أمن جميل فالحمد لله رب العالمي بس حبيت أشكر يعني دكتورة أمر بوهارون أنت مدير إدارة مراكز الصحية الأولية في قطاع رعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي أنا وايد شاكلت هذه المداخلة واحد اثنين ألف مبروك دكتورة ثلاثة سؤال خارج الموضوع شوية دكتورة أنت على الدوام أو إجازة لا أنا على الدوام لماذا ما طلعتي إجازة ما أقدر لأنني أمور واحد أكلناها ما خليت ما خليت هذا دكتورة تعاون القطاع مع القطاعات الأخرى أيضا بالأمس معاني حميد القطامي يقوم بزيارتكم أثناء احتفالاتكم بمناسبة تراثية حق الليلة يوقعد مع الموظفين هنأهم استانس وايد من الأجواء من روح الألفة الموجودة في هذا الفريق اسمحي لي بس أقرأ هذا المسج وبرجأ كمل هذه فرصة أشكر خدمات مركز البرشة الصحي وحسن تعاونهم وأستفسر هل سيتم فتح مركز أم سقيم الصحي وتحية للمذيع والضيفة الكريمة أم طلال الأميري مركز أم سقيم شستوى عليه دكتور مركز أم سقيم داخل خطة الإحلال وإن شاء الله هو تم هدمه وتمت الموافقة على المقاول وعلى التصميم وإن شاء الله رح ينعاد بناءه ورح يستقبل المرضى في نصف 2017 يعني هو حاليا في البناء وبس عشان أخبرك عن خطة الإحلال إن شاء الله المراكز الثانية اللي بتدخل هالسنة في خطة الإحلال هم الكسيس وأبو هيل أبو هيل إن شاء الله على بعد أسبوع أو أسبوعين بننقل المرضى ورح يتم هدمه بعد وإعادة بناءه والإكسس كذلك على أساس أن نحن نبغي في عندنا خطة توسعة وفي عندنا خطة إعادة بناء المراكز القديمة على أساس أن تكون بالمعايير العالمية للجودة فإن شاء الله أم سقيم على نصف 2017 رح يبدأ يستقبل المرضى من أولوديد ومثل ما تفضلت قبل شوي نحن في قطاع الرعاية الصحية الأولية نحن أسرة نخدم الأسرة يعني نحن أسرة مع بعض ديكاتر وأطباء وفنيين وإداريين نخدم طب الأسرة فالحمد لله اللي نحن لمسنا في هذا القطاع أن الكل متكاتف كعائلة وحدة يشتغلون علي كالب واحد يخدمون مسيرة عطاء وحدة فهذه أحد الأسباب اللي مكنتهم أنهم يدخلون الاعتماد الدولي كشبكة وهذه واحدة من الأسباب اللي خلتني أوافق على أني أدخلهم كشبكة عادة لما نحصل على الاعتماد كشبكة الواحد يخاف أن لو طاح واحد فيهم يطيحهم كلهم صحيح على فكرة هذا هو كان أكبر تحدي أنه لو مركز واحد ما نجح حتى لو ثاني ناجحين كلهم يفشلون سبحان الله فكان هذا أكبر تحدي لنا كيف أنا أرتقي بالخدمات في شهرين أني أوصل خدمات مركز اللي سيلي لنفس خدمات ندى الحمر والبرشة فهذا كان أكبر تحدي لنا بس الحمد لله يعني الدكاتر كانوا كلهم يشتغلون كفريق عمل واحد رؤية واحدة هدف رؤية وحدة هدف واحد والله وفقنا وهذا كله بفضل من رب العالمين وفضل تعاونهم مع بعض كفريق عمل جميل أخواني في التنسيق بس الله خليكم الشخص اللي كان يتحدث عن مركز المزهر رد بعث رسالة مرة أخرى يأكد على العطال في مركز المزهر أنا أتمنى بس تتواصلي معاه شواء إذا بيطلع معانا على الهوى يعطينا شو هي التفاصيل مالة الأعطال هذه وين بالضبط ومتى التاريخ والوقت واليوم متى كان على أساس يمكن بالفعل في مشكلة معانا أنا أشوف أن مدققين عالميين يودققوا على كل هذه المواضيع دكتورة تصور يعني صعب شوية أنه ممكن أن يكون سبحان الله الأمر لا يخلو يعني من شيء أو آخر الأعطال تستوي حتى في بيت الواحد ممكن يخترب شيء يعني عشان شيء إحنا عندنا إدارة الهندسة فيها قسم هندسة المعدات الطبية فهم يعني في عندنا أدة تدقيق دائم فإذا اخترب جهاز يتصلح أنا ما أقول أن إحنا عندنا إجهزتنا ما تخترب أبدا بلعكس هذا جهاز صحيح وقد يخترب قد صلاحية تنتهي قد يكون في مشكلة في الكهرباء مشكلة في الاستخدام فبالعكس جزاها الله خير إذا ينبهنا والطاقم الطبي موجود هناك والإداري بيتخذون الإجراءات اللازمة وأيضا دكتور طرق التواصل مع الهيئة مفتوحة تمام سواء من خلال مراكز الصحية سواء من خلال وصل صوتك على ثمانيمة ثلاثة أربعة اثنين وأيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نحن كذلك نحن نأخذ إجراءات تجاهل الملاحظات التي وعموما في اقتراح الدكتور يقول بارك وحصولكم على الاعتماد الدولي وتماشي مع عام القراءة اقترح عام الورشة بعنوان صحة القارئ والتركيز على الجلسة الصحيحة للقراءة ومسافة بعد الكتاب الإضاءة التهوية ويمكن تعاون مع مكتبت صراحة هذا أجمل اقتراح سمعته بخصوص عام القراءة ولو تعطونا رقم المستمع إن شاء الله منعطيك رقمها وممكن سبحان ممكن تخصصون حتى مراكزنا دكتورة سوونا ركن خاص منسوي لكم إن شاء الله بس هذا الاقتراح غير هذا الاقتراح كيف أنت تقرأ بطريقة صحية حتى نظارة القراءة لازم تكون سليمة هالاقتراح جدا جميل الصراحة جميل جدا منزوج برقم المستمع أو المستمع أيضا دكتورة يعني باقلنا تقريبا أربع دقايق أنا أبغي أتحدث أحينا عن مسألة مهمة جدا نحن حصلنا الاعتمادات دكتورة هذه الاعتمادات يعني الوصول لها قد يكون أحيانا صعب وأحيانا الواحد يوصل لها زين الإنجاز التحدي أو الموضوع الأكبر أني أنا كيف أحافظ على هذه هذه الاعتمادات أني أنا حصل عليها سنويا أو أجددها بالأحرى يتم تجديدها وهي تتجدد كل سنتين؟ كل ثلاث سنين كل ثلاث سنين كل ثلاث سنين تتجدد بس هي مش محافظة على المستوى هي الاعتماد الدولي معايير تتغير كل سنتين يعني نحن متوقعين على السنة الياية أن يضيفون لنا معايير يديدة فبعد ثلاث سنين لما يرجعون لإعادة الاعتماد لازم نكون نحن طبقنا المعايير لديدة فهي مسألة الجودة متجددة دائما ولازم نحن نجدد من خدماتنا معاها طبعا هي لضمان الجودة وسلامة المتعاملين في النهاية فنحن إن شاء الله بنحرص كثير على أن نحن نكون سباقين وأن نحن دائما نوفر المعايير العالمية في تقديم خدمات عالية الجودة في النهاية كلها تصب لصحة وسلامة المتعاملين والإسعاد المتعاملين عندنا بعد في هيئة الصحة فإن شاء الله يعني بعد ثلاث سنين بتشوفون أو بتشدون أن الخدمات تحسنت أكثر وأكثر وإذا في أي ملاحظات قد تساعدنا بأننا نحن نطور من خدماتنا نحن نرحل فيها بالعكس يعني بنقول للمستمعين جزاكم الله خير أنتوا جزء كبير في مساعدتنا على تطوير أعمالنا وعلى فكرة فيه معيار في الاعتماد الدولي يخص المتعاملين يعني كنا نحن داعين من كل مركز بعض الأشخاص اللي هم يرتادون بطريقة يعني دورية على المراكز قعدوا مع المقيمين وعطوهم آراءهم وجاوبوا على أسئلتهم فإشراك المجتمع في مثل هذه الإنجازات معيار كبير يعني في الحصول على الاعتماد الدولي والحمد لله يعني قدرنا نحصل على هذه الاعتمادات عشر مراكز إنجاز كبير ومثل ما ذكرت أي مركز لو فشل كان بيسحب على باقي المراكز لك اللهم لك الحمد الحمد لله بجهودكم بتضافر الجهود حقيقة بعمل روح الفريق الواحد قدرنا نحقق هذا الإنجاز كل الشكر بداية دكتورة لموظفي قطاع الرعاية الصحية الأولية لموظفي هيئة الصحة بدبي من مختلف القطاعات سواء كان هذا الموظف صغير ولا كبير يعني شكرا قليلا في حقكم ونتمنىكم إن شاء الله المزيد من الإنجازات في ثلاثين ثانية دكتور شو تبغين تقولين ككلمة أخيرة والله أنا في النهاية بس حبيت بعد مثل ما أنت شكرت أني أشكر كل الموظفين من أصغرهم لأكبرهم كلهم ساهموا ويانا يعني في موظفين كانوا يقعدون لين نص الليل في الإجازات في نهاية الأسبوع بس عشان يخلصون الإجراءات والتدريب تدريب الموظفين وبعد نهني ونبارك الإمارة إمارة دبي والمجتمع لأن هذا الإنجاز مثل ما ذكرنا أني يخدم المواطن والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا كله ضمن خطة إسعاد المجتمع جميل دكتورة بس آخر مسج أقراء عيسى قبل الله أخي الكريم أرجو منع التدخين منعا باتا أمام بوابات الدخول والخروج في مستشيات الهيئة وحول المستشفى بشكل عام لأن هذا المنظر غير حضاري وغير صحي وقد قدمت هذا الاقتراح في برنامج البث المباشر قبل عام وأتمنى أنه شاهد في الهيئة يدخنون داخل بعض مواقع المستشفى لأنني رأيت هذا الشيء بنفسي أتمنى أنك أنت تخبرني وين شفت إذا كان داخل أماكن ممنوع منعين فيها التدخين أتمنى أن تخبرني وين وتبعث لنا المواقع عموما إن شاء الله يتوب على الجميع من التدخين إن شاء الله وإن شاء الله الدخان حتى ما يدخل الدولة كلها يتم منع الدخان من الإمارات كلها إن شاء الله تكون أول دولة تمنع التدخين تماما عموما شاكرين لكم مستمعين على مداخلاتكم شكرا جزيلا لكي دكتورة وألف ألف ألف مبروك على هذا الإنجاز وأيضا وصينا دكتور رامل بوهارون بعد تكلمنا عن الإحلال أنت تكلمت عن إحلال مراكز يديدة لا بيكون في إلا مداخلة ثانية إن شاء الله فبتكون معنا عساسة نعطي لجمهور أكثر تفاصيل أقول لكم شكرا أقول لكم يعطيكم العافية كل هذا الكلام قليل في حجم الإنجاز اللي حققتوه فيعني شكرا جزيلا وهم لك اللي نقول شكرا جزيلا شكرا لإهتمام يعملون في هيئة الصحة بإخلاص لإخراج هذا المجتمع بشكل أكثر صحة وأكثر أمن وأكثر سعادة إن شاء الله طالع أمرك عيسى عصب قال يختم إن شاء الله وصلنا إلى ختم حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله غدا تقبلوا تحياتي محدثكم حمود يوسف في الإخراج معنا السادة إيسى سبيل وكانت معنا في التنسيق لإختي شوارق مسعد وحتى حلقة الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر